نادي سيراميكا كيليو باترة سيمثلون قريبا مستقبل القرة المصرية فالأساس الذي يقوم عليه العمل في قطاع الناشئين بنادي سيراميكا يمثل طريقا علميا وفنيا وبدنيا وطبيا لاكتشاف وتأهيل أفضل على عناصر في قرة القدم في مصر من خلال مدربين مؤهلين علميا وفنيا يبحث نادي سيراميكا عن المواهب في جميع محافظات واقرة مصر بلا استثناء والاختيار يعتمد على الموهبة القادرة على التطور مع بقاء الملعب الفيصل الوحيد للاستمرار داخل جدران هذه القلعة التي شيدت لاكتشاف وتأهيل أفضل العناصر في مصر أولا لا خلاف عن الموهبة الموهبة ديت هي اللي بنبن عليها لابد أن يكون الولد اللي بيجي سيراميكا لابد أن يكون عنده موهبة وعنده معيين للأداء بشكل أفضل غير كده كمان بيجيني ولد واعد أنا شايف فيه اللي هو مع الشغل بتاعنا ومع البرنامج التدريبي اللي عندنا أنا حسيت أن الولد ده وتواعد وهي قدر يستجيب برضو وقفتهم كلهم على خط واحد الولد اللي هتقدم ويستجيب ده اللي هستمر إحنا عندنا هدف ولابد أن احنا نوصل للهدف بتاعنا بأي عناصر العنصر اللي هو هستجيب للبرنامج والعنصر اللي هو هزيل ومستوي الزيل مع البرنامج أهلا بيه شهد الأخيرة كابتن معلش يعني في المراحل العمرية اللي هي دية 2008 و2009 و2007 و2010 الحقيقة أن يقال كثيرا أن الوسطة بتلعب دور كبير هل الوسطة بتلعب عندكم دور ولا أنتم بتتعاملوا معها زي حضرتك في الرفتنة وشاف الملعب وشاف المدربين وأولئة الأمور وأي وكيل وأنا عامل حد للكلام دوت والملعب هو الفيصل هنا الحلم هنا الحلم حقق حلمك من الملعب لكن تحقق حلمك بحاجات برا الملعب دي بقى اللي هيعطلك ومن خلال البرنامج ولغاء حضرتك بقول نادي سراميكا بيستقبل اللعيب بس أي حد غير اللعيب مكانه برا الملعب الملعب لللعيب بس لمستوى اللعيب بس لو تلتفعت عليه أول ما جيت وبدأت شغلي مع سراميكا الملعب هو الفيصل والحلم بيبدأ من هنا نحن ندورش على بطولة وكده أهم حاجة عندنا أن نطور أولاد ونطلع لعيبة مميزين للفريق الأول وطبعا منتخب مصر بعد كده أنه أهم بالنسبة لك مهارات اللعيب ولا قدرته على التطور هي الاتنين طبعا مهمين جدا بالنسبة لي لأنه لو هو حتى موهبة وبس ما عندهش قابلية للتطور بتبقى مشكلة فبالنسبة لي طبعا الأساس الموهبة ده الأساس وطبعا زكاءه بيفري معي في تطويره بسرعة عشان ما نقضيش وقت كبير في كل ما بنشغل على جزئية معينة نعديها ونخش على الجزئية اللي بعدها وطبعا النواحي البدنية برضو مهمة جدا دلوقتي بقت في الكرة الحديثة بقى النواحي البدنية مهمة جدا فبنحاول برضو نحن نشغل النواحي البدنية بشكل على أحدث ما بيقول العلم التدريبي يعني الحمد لله عمليات التدريب داخل القطاع تعتمد على منهج علمي مدروس يتطور حسب الحاجة ولا مانع من استشارة بعض الخبرات العالمية للوصول بالناشئين إلى مستويات تؤهلهم مستقبلا لاحتلال أكبر أنديات العالم حاليا الكرة المهارية بدأت مش أقول تتلغي بس عصر ماردونا بدأ أن الكرة بيتمساحة وتوقيت فالكرة اختلفت دلوقتي عن زمان فالنهاردة اللعيب الزكي هو بمعنى أن أيام مرضونا أيام الزمن ده اللعيب بيجري 16 كيلو النهاردة اللعيب بيجري 12 وتسعة وتمانية بيجري سمارت بيجري رايع فين وهعمل إيه وهدفي إيه والحياة دي فدلوقتي العملية اختلفت تماما المضوع فالنهاردة الكرة بيت كمان بيت سلسلة بيت حلقة بيلعيب كل لعيب على إنه ما فيش اللعيب الأوحد انتهى العصري ده خلاص فصحب جدا نقدر نقول حاجة زي كده لأن اللعيب الأوحد انتهى العصري خلاص إنما كجماعة كفرقة كمنظومة هو ده عشان كده أنا بقول فريد سروميكا السنة دي فرقة قوية جدا 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 من الفرقة ده عشان فرقة جماعية وفي عشان كده بتفقيل خير جدا 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 وإن شاء الله بإذن الله ألاقي خمسة وستة لعيبة في المنتخب إن شاء الله في المرحلة الجاية عندك لعيبة من الفريق اللي بيلعب وراك دوت أنت حاس إن هي ممكن نشوفها في يوم الأيام في الدورة الإنجليزية في منتخب مصر في الدورة الممتازة في مصر والله آه عند لعبة مميزين جدا أنا دايما أكلم للوقت في النقطة مهمة جدا إن ما تخليش طموحك ليه سقف خالص خالص دايما لبعندك يعني طموح أعلى حاجة في العائلة من أنا آه أبقى طموحي آه دورة الإنجليزية أبقى محمد صلاح يعني بقى ملهم للشعب المصري كله واللعيبة كرة القدم بشكل خاص يعني وهو برضو محمد بدأ من السفر فالولاد هنا بقول لهم كلهم على قد ما تتعب ربنا إن شاء الله يديلك وعندي فعلا أولاد مميزين جدا بس مش حابي بذكر حد بالاسم يعني لأنهم كلهم فعلا مميزين وإحنا دائما بشغل على إن برضو التيم يكون هو الاساس ولأن القطاع يريد أن يصل بلعبيه إلى العالمية فهو يدرس حاليا توقيع اتفاقية تعاون مع أحد أكبر الأندية في العالم ستسمح للمدربين بتلقي دورات تدريبية عالمية كما ستفتح أيضا الاتفاقية الأبواب على مصرعيها أمام اللاعبين المقيدين في قطاع نادي سيراميكا للاحتراف الخارجي ناهيك عن إمكانية تنظيم دورات ومعسكرات فنية وكروية خارجية مجد يوسف لبرنامج الماطشة